بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي الحلوين سنة اولى الشاطرين. اهلا ومرحبا بكم مع حرف جديد من حروف الهجاء. النهاردة يا اصدقائي هنتكلم عن حرف الصاد. نردد حرف الصاد. ده يا اصدقائي شكل حرف الصاد. تعالوا تعالوا مع بعض ازاي نكتب حرف الصاد. حرف الصاد من الحروف اللي بينزل جزء منها عن السطر. يعني سطر قدامنا بنبدأ من فوق السطر بالشكل دوت. ونعمل خط ماين من جهة الشمال ونمشي ناحية اليمين وننزل لتحت. وبعدين نمشي على السطر بخط مستقيم. وبعدين ننزل بخط طويل من فوق. ونلف به نص دايرة. وبعدين نقفل الجزء ده. كده كتبنا حرف الصاد. تعالوا نشت مع بعض كلمات بها حرف الصاد. اول صورة قدامنا سورة شطار. سورة ساقر. ساقر. اول حرف كلمة ساقر باللون الاحمر. صاد فتحة. صا. نردد مع بعض. صا. صا ساقر. صا ساقر. لاحظ معي الصاد على فتحة. وقال ايه سمينها فتحة? عشان بليبتح الشفتين لما ليجي نمطق الحرف. يقول صا صا. الصورة التانية صغار. اطفال صغار يا هم يا اصدقائي. صغار. كلمة صغار بتبدأ بحرف الصاد. والصاد هنا تحتها كسرة. والصاد كسرة صنطق. صي 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 صغار. الصورة التالتة صورة صندوق. صندوق. ايه وحد يقول لي صندوق. لا. الصح نقول صندوق. اول حرف صاد ضمه صو. نردد مع بعض صو صندوق. صو بيتنا اللي بتحبها كلنا. اللي احنا عايشين فيها وبنحبها. صورة مصر. فيها حرف الصاد في الوسط. وعشان وقفنا عليها. قلنا صاد سقونس. مصر. ودلوقتي يا اصدقائي هنشوف اشكال حرف الصاد. الصاد تأتي في اول الكلمة. تكتب بالشكل ده. زي كلمة سقر. وتيجي في وسط الكلمة. وتتصل لحرف اللي قبلها. والحرف اللي بعدها. وتتكتب بالشكل ده. زي كلمة مصر. وتتكتب في اخر الكلمة. بالشكل ده. تتصل بالحرف اللي قبلها. ولا تتصل بما بعدها. زي كلمة قفص. وديجي في اخر الكلمة مفردة. يعني لوحدها. لا يتصل بها حرف قبلها. ولا يتصل بها حرف بعدها. زي كلمة يغوس. نردد مع بعض الكلمات. سقر. مصر. قفص يغوس ودلوقتي يا اصدقائي هنبدأ نكتب مع بعض حرف الصاد بنعمل خط ميل ونمشي على السطر في الشكل ده من الشمال لجهات اليمين ونطلع وننزل تاني لغاية ما نوصل للسطر وأو ما نوصل للسطر نمشي بخط عيد المستقيم عالسطر وبعدين نبدأ ننزل بحرف الصاد بشارطة من فوق وننزل بها ونعمل نص دايرة وبعدين نلف بها بشكل ده وده شكل حرف الصاد دلوقتي يا اصدقائي هنقب مع بعض حرف الصاد الممدود يعني ايه حرف الصاد الممدود يعني اتصل بحرف المد وهي حروف المد المد بالالف صاد مد بالالف صاد وقالنا المد بالالف عبارة عن فتحة طويلة صاد فتحة صاد وصاد مد بالالف صاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو صواد ماد باليأسي وماد بالواو زي كلمة سورة صواد ماد بالواو سور نرد مع بعض حروض ماداني صاصي صور صاصي صور ودلوقتي اصدقائي ما عدنا مع حل التدريبات التدريب الاول بيقول اكتب حرف الصواد المناسب يترك كلمة صندوق محتاجة صواد فتحة ولا كسرة ولا ضم فعلا سوق يبقى صواد ضم سوق صندوق شطار الصورة التانية صورة صقر صار صقر يبقى صواد فتحة الصورة التالتة مصر واقفنا على الصاد وتالما واقفنا على سكنا يبقى الصاد سكون الصورة الرابعة ما فيش غيرها صواد كسرة صينية صينية التدريب الثاني يا اصدقائي بيقول لسل حرف الصاد بالصورة التي بها الحرف صاد نشوف حرف الصاد ونشوف السور الصورة الاولى صورة عصير يا تار كلمة عصير فيها صاد اه مش قلنا صي عصي فعلا يبقى نوصلها بحرف الصاد الصورة التانية صورة صوب فيها حرف صاد شطار فعلا اولها حرف صاد ضم صوب الصورة التالتة شمس شمس اوع حد يقول لي شمس اخرها صاد لا شمس اخرها صين يبقى هنسبها الصورة الرابعة شمعة طبعا ما فيهاش حرف الصاد نجي بعد كده اصدقائي للتدريب الثالث بيقول لي صل حرف صاد بالكلمة التي بها بالكلمة التي بها الحرف صاد الكلمة الاولى كلمة سقر كلمة سقر فيها حرف الصاد طبعا فيها حرف الصاد اللي هي في اول الكلمة وعشان كده منزلناش بيها لتحت يبقى نوصلها الكلمة تانية كلمة سامكة سامكة واحد يقول لي السا يبقى اصاد لا السا يعني السين يبقى ما فيهاش حرف الصاد يبقى هنسبها الكلمة التالتة عصير عصير نلاحظ معي يا صاد بعدها ماد باليا يبقى فعلا فيها حرف الصاد وانوصلها يلا بينا نرحب بحرف الضاد مين يعرف يجيب لي كلمة فيها حرف الضاد ضبع 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 كلمة تانية فيها حرف الضاد ضفضع ضفضع ضي ضفضع ضفضع ضفع كلمة تانية فيها حرف الضاد ضو 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 فيها حرف ضد تعالوا بينا نتعرف على صوتيات حرف الضاد ضا ضي ضو ضا ضي ضو 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 بيعود ضو 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 ضفaver ضو 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 فوقها وبعد كده اعمل التشكيل بتاعي وهي الفتحة ضا نقول كمان هرجع تاني من نص السطر كده واعمل نص دايرة وارجع عالسطر تاني وبعد كده امشي عالسطر واحط السنة بتاعتي واحط النقطة واعمل الفتحة بتاعتي ده هناخد اللي في كلمة ضفضع هحط النقطة وبعد كده اعمل نص دايرة كده وارجع عالسطر كده واحط السنة بتاعتي واعمل الكسرة دي دي نقول كمان هاجي من النص واعمل نص دايرة كده 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 واعمل السنة بتاعتي واحط نقطة واعمل الكسرة دي دي هناخد اللي في كلمة ضوء ضوء اعملها ازاي اجي من نص السطر كده واعمل نص دايرة وامشي عالسطر كده واحط السنة بتاعتي واحط نقطة واعمل الفتحة بتاعتي دا دا شكرا لكم اصدقاء الحلوين وبكده ينتهي درسنا النهاردة واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم بمساطق ترجمة نانسي قنقر